أقحموا في معارك عديدة لخدمة صراعات لا يعلمون عنها شيئا منها صراعات سياسية وأخرى طائفية هكذا هو حال أطفال اليمن المجندين الذين وجدوا أنفسهم في معارك استغلال وخرق للقوانين الإنسانية والأنظمة المحلية والدولية ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن واحدة من الانتهاكات الجسيمة التي تشكل تحديا خطيرا ليس للحاضر فقط وإنما لمستقبل الأجيال القادمة وهي ظاهرة دخيلة على المجتمع أن تجه الصراع منذ أن بدأت حرب الانقلاب الحروب العديدة التي تخوضها ميليشيا الحوثي وجماعة مسلحة أخرى بالإضافة إلى الجيش الوطني سواء بشكل إجباري أو اختياري جميعها تدفع لانتهاك حقوق الطفولة وذلك وفقا للمنظمات الحقوقية منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف قالت أنه تم تجنيد 2700 طفلا من قبل أطراف الصراع في اليمن فيما أوضحت المنظمة أن الأطفال أكثر ضحايا النزاع مشددة على ضرورة تجنيب الأطفال مخاطر وآثار الحرب وكانت المنظمة قد أكدت مقتل وجرح أكثر من 6700 طفل يمني منذ العام 2015 تساؤلاتهم كثيرة تطره عن مستقبل الأطفال الذين يخوضون القتال حاليا وحول إمكانية استعادة حياتهم الطبيعية خاصة أولئك المصابين والمعاقين الذين يحتاجون إلى العلاج وإعادة تأهيلهم نفسيا ومعنويا من تبعات القتال والحرب ترجمة نانسي قنقر